شيع أهالي مخيم نور شمس شرق مدينة طول كرم جثمان الشهيد عيد أبو حرب الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها المخيم وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت المخيم فجرا ودهمت عددا من منازل المواطنين ونشرت قناصتها على أسطحها متابعة للأوضاع من رام الله ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي عميد أشحادة عميد كيف جرى التشيع وما هي تداعيات هذا الاقتحام أحد الاقتحامات الإسرائيلية التي باتت تتكرر كثيرا مؤخرا وهو أيضا ديما من أطول الاقتحامات الإسرائيلية لمخيم نور شمس في مدينة طول كرم عادة ما تكون الاقتحامات الإسرائيلية لهذا المخيم سريعة ولكن هذه المرة أكثر من خمس ساعات قوات الاحتلال الإسرائيلي بقيت داخل هذا المخيم معززة بجرفات عسكرية إسرائيلية قامت بتدمير البنية التحتية اشتباكات مسلحة مع مقاتلين فلسطينيين ومواجهات داخل المخيم أصفرت عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة شاب آخر بجروح كانت جروحه في البداية خطيرة ثم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن هذا الشاب الآخر الآن هو في وضع صحي مستقر قوات الاحتلال الإسرائيلي ديما اقتحمت هذا المخيم وقامت بتدمير البنية التحتية بشكل كامل وتحديدا في مركز المخيم الشوارع تم تدميرها شبكة الكهرباء تعطلت خطوط المياه تم تدميرها وكان هناك مواجهات مع المقاتلين الفلسطينيين الذين عادة ما ينصبون حواجز عسكرية حواجز حديدية على مدخل المخيم لتعطيل دخول الآليات العسكرية الإسرائيلية ما جرى في مخيم نورشمس أن المقاتلين الفلسطينيين بعد دخول الجرافات العسكرية الإسرائيلية نجحوا في تعطيل أحد الجرافات العسكرية الإسرائيلية بعبوة ناسفة وأيضا نجحوا بتعطيل آلية عسكرية إسرائيلية أخرى تنقل الجنود بعبوة ناسفة جيش الاحتلال الإسرائيلي أصبح عندما يدخل المخيمات يواجه بالعبوات الناسفة ولكن الفلسطينيون داخل المخيمات يقولون أن ما يتعرضون له هو عقوبات جماعية لأن جيش الاحتلال عندما يفشل في الوصول للمقاومين يبدأ بتدمير البنية التحتية في المخيم الاشتباكات استمرت لمدة خمس ساعات داخل هذا المخيم ديما والفلسطينيون بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي شيعوا جثمان الشهيد عايد أبو حرب البالغ من العمر 21 عاما في زقة مخيم نورشمس كان هناك انتشار كبير للمسلحين الفلسطينيين الذين خرجوا للمشاركة في تشيع جثمان هذا الشاب باستشهاد هذا الشاب يرتفع عدد شهداء الفلسطينيين في محافظة طول كرم منذ بداية هذا العام إلى ثمانية شهداء تقريبا بشكل شبه أسبوعي تتعرض هذه المدينة وتحديدا مخيماتها وفيها مخيمين مخيم نورشمس ومخيم طول كرم لاختحامات إسرائيلية تخلف إما شهداء أو جرحة فيمكن الحديث دائما عن شهداء وجرحة خلال اختحامات الإسرائيلية ترجمة نانسي قنقر